انت مغلود في مصر بس عايشت حياتك ولا في انجلترا صح احكيلي بقى كده قصة حياتك باختصار ايوه اه 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 بس احنا من شبرة يعني اه 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 اجدع ناس اه 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 اشفتني جا عارفة بس اه 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 اجدع ناس يا جماعة تحية كبيرة جدا من شبرة اول بحر الاعظم انا عرفة ايه يا جماعة في علاقة ما بين شبرة والعالمية اه طبع حد علامي غير لما كان يلبس مع شبرا في حاجة في الماية في شبرا حاجة كده فانت قاسة من شبرا اتولدت في البحر الاعظم ابو وامو مصريين يعني بيشتغلوا شغالات عادية ملحاش علاقة بالفن يعني بس انا كنت شاب كنت ولد خجول جدا فامي كانت دامت بتوديني بقى ورش عشان بس يعني اطلع من ال شاينيس ده بس فا فكنت بتمرن كده بقى ابتديت بقى احب الموضوع قوي حبيت الفكرة ان انا ممكن استخد بقى ابقى حد تاني ما بقاش امير يعني بس فا يعني كانت حيلة من الام عشان ابنها الخجول بس مش عشان ابنها يبقى ممثل بس ابتديت احب الموضوع قوي فا بس فلما فا اخدت الموضوع جد بس الاول بقى كنت مضطرة يعني اروح الجامعة لان لان التمثيل ده مش مش حاجة مش حاجة سابتة يعني انت ممكن تشتغل اوكي وبعدين سكوت بقى هدوء بقى حالة انتظار للفرصة بالزبط بالزبط حالينا نفتكر مشاهد من اه رمضان مبروك ابو العالمين حمودة دور رامزي ابن وزير التربية والتعليم امير المصري لما كان عنده سبعتاشر ثمانتة شرسة يو يو داري يو الا استاذ رامزي ابن ساعدتك استاذ رامزي ابن ساعدتك اتفضل اهلا يا اخوي اهلا يا شملول وعنكون فاكر ان ابوك اللي واقف دي هيحوشك عني لا يا اخوي تعال يا ضعف قدامي هنا اهلا اهلا يا حلتها اهلا اهلاب انا امير امير مقا نعمير مقايق امير مقايق امير مقايق اهلا بذنك دي لبس حلقة والي اني هسمعك الايبود بتاعي اهي رقصك على واحدة ونو سمع كده ايه رأيات ايه يا رمضان ايه يا رمضان ايه يا رمضان انا وان كنت الاخير زمنه لقاتن بما لم يستطيعه الاوائلو اعريبي اولفت اعريبي اولفت اللي بتمشي حتى رعب العربية وتخبطي في الناس اعريبي اولفت لا ام اداة جذبك يستطيعه فرب مدعمك يستطيعه يا رمضان بقى خليك كلف اللذيذ تعمل شو بحاجة تانية كاتشاوب رمضان انتعي انا عايز اقولك ان اساوز محمد هنيدي بيحب الارتجال والمخرج ايه استاذ وعال حسان لما جيت بقى اول يوم بعد الكاميرا تيست بقى وخلاص جالي الدور الرمزي بقول له طب الورق فين قل لي لا 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 بسيبكم الورق احنا هنتصرف مع بعض كده فانا كنت ده بس انا عايزك انت كده كده انت بلاكنتك بلاكنتك كده كده خليك كده هما جاء فيك اللي هو اللي بيكلم انجليزي وعربي مكسر بزبط بزبط بس استاذ زينيدي ده يعني بيحب يرفع اللي قدامه يعني بيحب يشيل يعني لو هو شايف فيه حاجة كده عايز يلمعك فعلا هتحكي لي عن تفاصيل الفيلم ده بس بقى يعني انت واحد ابن ناس مصريين بيشتغلوا في انجلترا وباك بيشتغل في السلك الجامعي والدتك بتشتغل ولا اه اه يعني ناس مصريين بيشتغلوا في انجلترا ايه بقى اللي يوصلك تعمل فيلم مع هنيدي بأمارة ايه انت كنت لسه في مدرسة يعني صحيح اه اتوز يعني الوقت كان وقت لك يعني اه بابا كان في وقت حظ بابا كان في فرنسا وكان كان قابل عمر شريف بالصدفة بالصدفة فقال لي بقى قال لي تعالى بقى فجيت فقعت معها صدفة بحتة بس طب سلمت علي وقلت له ايه بقى عاتت معا بقى اقول له طب ازاي اوصل لهوليوود يعني هو المسلة الاعلى بالنسبة لي يعني هو عمل كل دور يعني يعني عمل لعب واحد الماني امريكاني فرنساوي فقال لي بوس انت لازم تبدأ في بلدك لان هما فعلا هما هيبقوا يعني هيدعموك هيبقوا وراك فبس بالصدفة بقى اللي بوس انا مش مش حابب بروحي للعرض الخاص لفيلمي تحبيت تروح كان عرض كان فيلم حسن ومرقص وتعيدت في فرنسا صح صح محتاج واحد يلعب بواحد شاب اسمه رامزي شاقي كده تقدر تعمله ولا لأ هو عايز تعمل كاستنج فوت لقيت يوسف معاطي المؤلف الكبير سامعك بتقول كلمتين انجليزي قالك ده انا بدور على واحد بيه ده بس كده بس كده بعدين بس فسفرت عملت التست كان بروفا كده فعجابهم فقالوا خلاص تمام ورجعت لدراستك كملت حاقتك وانت درست في الاول حاجة قبل التمثيل اه علم نفس بس متخصص في الجريمة يعني بس ف علم الجريمة يس علم نفس الجريمة روح للسجن انت خطير يا عميم لا